اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا جودي يعتبر من اجمل اسماء البنات الشائعة في هذه الاوينة وهو يعني الجبل الذي رست عليه سفينة سيدنا نوح ثانيا ريتاج هو اسم يطلق على الفتاة الجميلة وهو اسم لاحد ابواب الكعبة المشرفة بيلسان يعد ايضا من اكثر الاسماء نعومة ورقة ويطلق على البنت المسلمة ومعناه الزهرة البيضاء الجميلة ذات الرائحة الطيبة رابعا رقية يطلق على البنت الرقيقة ويعني الرقية والعلو خامسا أروى هو اسم يعني انت الوعل الرشقة والجميلة ساديسا لين معناه الفتاة الرطبة والحساسة سابعا أثنان هو اسم يطلق على الفتاة المسلمة ويعني شجرة المثمرة وقد تم ذكره في القرآن الكريم ثامنا آلاء هو يعني شجرة دائما الخضرة وقد تم ذكره ايضا في القرآن الكريم في صورة الرحمن لذلك فهو من المحبب اطلقه على البنات المسلمات تاسعا تسنيم هو اسم مميز جدا ويعني اسم عين ماء في الجنة عشرا إسراء يعني سير القافلة ليلا احدى عشر آمينة هو يعني الوادعة أو المستقرة كما أنه اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر مودة هو معنى الحب والألفة والإخلاص ثلاثة عشر تالى معنى النخلة الصغيرة أربعة عشر دارين هو من الأسماء الجميلة والناعمة وذو معنى قيم وهو حاملة المسك كما أشرنا سابقا فإن معظم الآباء والأمهات أصبحوا يرغبون في استخدام أسماء حديثة ونادرة بعيدا عن الأسماء التقليدية المنتشرة بصفة عامة خاصة المتزوجون حديثا ومن مقتبل هذا يمكنكم الحصول على أحدث أسماء البنات من خلال قناتنا وتمتاز هذه الأسماء بالرقة والسهولة بالإضافة إلى أنها جديدة ومميزة الإسم الأول أرجوان هو نوع من الشجر أوراقه تميل إلى الحمر وليس له حمر كما يقال الأرجوان على الثوب الأحمر ويطلق عادة هذا الإسم على كل ما يميل لونه إلى الحمرة القريبة من اللون البنفسجي الإسم الثاني أريحة عندما بحثنا في المعاجم لغة العربية لم نجد لهذا الإسم من معنى ولكن بالبحث في معجم معاني الأسماء وجدنا أن الإسم يعني أرض القمر وهو إسم ذو أصل عربي وليس أعجمي كما يعتقد البعض ولذلك فإن الإسم يعتبر من أحدث أسماء البنات للباحثين عن عنصر التميز في أسماء بناتهم الآن سأقدم لكم أسماء بنات فخمة وجديدة أولا أسيلة انتشر اسم أسيل بصورة كبيرة إلا أن أسيلة يعد اسما جديدا ومميزا ولم ينتشر بعد ويعني هذا الاسم برجوع إلى معجم معاني الأسماء الملساء المستوية وهو ذو أصل عربي ثانيا بنانا يعد هذا الاسم من أسهل وأرق الأسماء خاصة أن هذا اللفظ قد نطق بصورة مباشرة من القرآن الكريم ويعني الروضة المعشبة وقد ذكر في القرآن للدلالة على الجنة كأحد الأسماء لها ثالثا إلاف يمكن أن يكون هذا الاسم غريبا لدى البعض إلا أنه اسم جميل ورقيق للغاية كما أنه يتميز بأنه من أحدث أسماء البنات خاصة أن معناه قد جاء من الألفة أي التحبب والتودد كما يأتي معنا أخذ العهد والأمان من هذا الاسم رابعا رفيف يتميز هذا الاسم عن باقي الأسام الأخرى أن له آخر من معنى وجميع معاني هذا الاسم جميلة فأحد هذه المعاني البريق أو الخفيف والرقيق من الثياب كما يعني اسم رفيف الأخلاق الحسنى خامسا وأخيرا غيداء هذا الاسم يطلق عادة على كل ما هو يتميل حيث يطلق على النبات الذي يتميل أي النبات المتثني وتطلق على الأنثى الناعمة التي تتميل ويعجب بها كل من يراها مما يجعل الاسم من أحدث أسماء البنات إليكم أسماء بنات جديدة أولا مهرة يدل هذا الاسم في معنى على النسب الكبير والأصل الكريم حيث يطلق هذا الاسم على المرأة التي تحصل على مهر كبير وهي تختلف عن مهر التي هي جمع لماهر أي الحذق الشديد الذكاء ومن منطلق هذا المعنى فإن هذا الاسم يعد الأفضل في حالة البحث عن أسماء بنات فخمة وجديدة ثانيا تليدة يتميز هذا الاسم عن غيره من الأسماء الواردة بالغرابة وعدم انتشاره بعد ومعنىه قريب من معنى مهرة حيث تعنت تليدة التي ورثت إرثا كبيرا أي ذات الأصل الكريم والنسب العريق ثالثا خاتون هذا الاسم معروف لدى الكثير وخاصة المصريين لأنه كان يستخدم عند المصريين القدماء حيث كان يطلق على سيدة من الملكات إلا أنه يمكن استخدامه في عصرنا الحالي خاصة أن معناه المرأة الشريفة الأصل ذات المقام العالي ولذلك كان الملكات من الفراعين يحرصون على إضافة هذا الاسم إلى أسمائهم ليدل على عراقة نسبهم وأصلهم رابعا أبيه من الأسماء سهل التعرف على معناها لأن كلمة الأبية تقال عادة في لغتنا الدارجة التي تعني العززة المرتفعة عن ما يشين النفس ولا ترضى بالذل كما أن الاسم يدل على الثبات والصمود مما يجعله من أميز وأفضل الأسماء البنات الفخمة والجديدة خامسا أيكا لعله اسم غريب بعض الشيء إلا أن معناه حقا يدل على الفخامة والعزة حيث يعني الاسم الشجر الكثيف الملتف وعند إطلاقها على الفتيات فإنها تعني صاحبة الحسب والنسب ويجب الإشارة إلى قوم سيدنا شعيب رضي الله عنه كانوا يعرفون بأصحاب الأيكا أهل مديا في الآخير سأقدم لكم بعضا من هذه الأسماء التي سبق وذكرناها في قناتنا إلا أنها أسماء تعتبر من أجمل أسماء البنات للسنوات القادمة أولا اسم روان معناه الروح الجميلة والطيبة وصوت الشلال ثانيا زينب هو شجر ذات مظهر جميل ورائحة طيبة ثالثا اسم صارة هو اسم يعني المرأة السعيدة ويدل على الفرح والسعادة رابعا اسم سلمة هو يعني المرأة التي تتعافى وتتفادى خطر الهلاك وأيضا الفتاة الناعمة الأيدي خامسا وأخيرا اسم رحمة هو اسم رائع يدل على المودة والمحبة بين الناس وقد تم ذكره في القرآن الكريم كانت هذه بعض من أسماء موالد بنات حديثة يمكنكم أن تطلقوها وتسموا بها بناتكم نلقاكم بفيديو جديد من قناة معاني الأسماء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء